أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة التوصل إلى سعر عادل للحديد والأسمنت حتى لا تأثر المشروعات التي يتم تنفيذها والاستمرار عمل هذه الصناعات المهمة وبكفاءة جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي بعدد من كبار مصنع الحديد والصلب والأسمنت بحضور وزراء وعدد من المسؤولين وقد أكد مدبولي أن الاجتماع يتزمن مع ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة كبيرة بما يؤثر بالسلب على قطاع التشييد والبناء بواجه عام مشيرا إلى اهتمام الحكومة البالغ باستمرار هذا القطاع المهم الذي تعمل به ملايين الأيدي العاملة الوطنية من جانبهم عرب كبار مصنع الحديد والصلب والأسمنت عن تقديرهم لحرص الدولة على التنسيق والتعاون من أجل النهود بالصناعة الوطنية